هذا أشهد عدد من المشاركين في المؤتمر بحسن التنظيم كما أثناء على المخرجات التي تم الإعلان عنها في ختام الفعاليات أعتقد أنها فرصة عظيمة للمشاركة في هذا المؤتمر فقد كنت جزءا من جلستين خاصتين بالأمراض النادرة ونحن نقدر المساهمة العميقة لوزارة الصحة المصرية في مجال الأمراض النادرة واقتراحتها المقدمة لمنظمة الصحة العالمية في هذا الشأن وهو أمر مهم لأن المرضى الذين يعانون من أمراض نادرة في جميع أنحاء العالم يستحقون أفضل رعاية ممكنة وأنا سعيدة جدا لأنني كنت جزءا من هذا وأنا أشارك تجربتي على المستوى الوطني في رومانيا وعلى المستوى الأوروبي مصر مجموعة المبادرات الرئاسية التي انشأت في خلال الخمس سنوات الماضية التي تتعلق بصحة الإنسان من أول ما هو صحة المرأة والجنين صحة الطفل زى أطفال حديث الولادة الأطفال اللي بتدخل الحضانات نتكلم على مبادرة الرئيس الجمهورية للأمراض السرطانية نتكلم على مبادرات أخرى موجودة حتلاقي حضرتك أن أنت بتقرني الدول وصلت لفين وإحنا وصلنا لفين هتلاقي لأفي أتشيفمند كبير جدا حصل في الخطاع الصحي خلال السنوات الأخيرة الاستثمار في التنمية البشرية من بداية الحمل إلى المرحلة المتقدمة من العمر وده تطلب استثمارات في فترة الحمل والولادة وكمان الصحة الإنجابية وأول ألف يوم من سامية الألف يوم الزهبية في عمر الطفل بالإضافة إلى التعليم المبكر قبل دخول المرحلة الإتدائية للطفل مرورا بمرحلة المراقة وكمان دخول سوق العمل إلى الشيخ وخي كل دي وتطلب استثمارات في المرحل المختلفة من العمر اللي بتؤدي إلى أن الإنسان يكون عنده كل المهارات والعلم والمعلومات والصحة اللي تمكنه أن يكون مساهم فعال في المجتمع مؤتمر كنسخة ثانية لأننا نتكلم عن مقومات بناء المجتمعات ونتكلم عن مقومات المجتمعات لا تبنى لا تبنى وكوني أنا في مجال الصحة إلا بالتعليم وبالصحة الصحة لا نعني نورض الصحة نعني سلوكيات صحية مثل الغذاء الصحيح نتكلم عن سلوكيات الصحية عدم التدخين النشاط البدني في نفس الوقت كيفية التعامل مع الضغوطات النفسية لما نتكلم عن الاستثمار في الإنسان أنتم حاليا عندكم مبادرة بداية الاستثمار يكون الأمثل لما نشوف ما قبل الطفل ينولد وبعدين الصحة المدرسية نركز عليها أثناء الجامعة السلوكيات اللي ترفع الإنسان الهدف الرئيسي لهذا المؤتمر جمع قادة دوليين وشركاء أعالميين في منتدى لمناقشة القضايا والحلول الممكنة للمضي قدما في مجالات الصحة والسكان ولكن أيضا لمشاركة تجارب وقاعية وأمثلة لما تم إنجازه وما يمكن القيام به في المستقبل أحد الإشياء الأكثر أهمية في المؤتمر كانت الأمثلة الملموسة حول ما يتعين علينا القيام به والشعور بالحاجة الملحة للقيام بذلك أيضا والإحساس بضرورة التعاون ليس هنا في مصر في حسب بل عبر جميع الدول وأعتقد أن هذا مهم حقا وعندما ندرك ذلك بشكل جماعي يمكننا أن نقود التغيير الذي نريد أن نكون عليه ويمكننا إحداث التغيير الآن لأننا ندرك أهمية الأسرة الصحية وجميع المواضيع المتعلقة بذلك